الوظيفة العمومية هذا الشيء ليش ربطوه بإصلاح أنظمة التقعود هذا إصلاح أنظمة التقعود نحن نريد التخلي على الوظيفة وإصلاح أنظمة التقعود بدأوا تقريبا من 2003-2004 تقولوا إحنا آنة داك مني بدأ بلغت كل شي الأصل هو التوصيات للصندوق النقد الدولي مني بدأ بلغت الكتلة الأجرية 112 ألف 112 ألف مليار يعني واحد المبلاك خيالي الكتلة الأجرية دي الموظف دي الوزارة التربية الوطنية هذو اللي الآن جيين بغين يصلحوا واللي واللي قال سيل الآن تقول لك الأخير السلام للنقابات دي والأوم ومني كانوا في الحكوم هذي الساعة ومني جابوا النظام 2003-2003 وهم اللي أقريب وكل شيء وهم اللي أردينهم تاني وهم اللي ساكتين دي الأحزاب دي المعارض كانت شيء معارضة كل شيء ساق ولكن تتشوف المناصب تتوزع توزع والد عمي هذي الساعة كانت الوظيفة العمومية وزارة وظيفة العمومية وما يدخلوا معا تحديث القطاعات لك أنشاء دابو سعيد إذن بدأت يفكروا أنا داك في التخلي عن الوظيفة العمومية يبدأوا بالتدريج جيين كانت الوظيفة العمومية ولت الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات ولت الإصلاح الإدارة وللآن الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتدرج بدأوا تفكروا تتخلي عن الوظيفة العمومية بالتدريج وبالتدرج كل شيء الأحزاب موافقة النقابات ديالها هذه المشكلة لأن الأحزاب هذه النقابات أدروا عن نقابية ديالها وتابعة يعني القرارات ديال الأحزاب هذا هو المشكلة بقى مكينة استقلالية ديال القرار ديال النقابي يعني القرار الحزبي قال لي انتماء الحزب أدور المشكلة بقى مكينة استقلالية الشيء بشيء والتي يضعوا تضيع الحقوق إذن بدأوا تتخلوا على الوظيفة العمومية في نفس السنة بدأوا تفكروا في إصلاح أنظمة التقاعد ودخلوهم للمكاتب الدراسات رهما من 2004 وعطوا التوصيات والخلاصات ديالهم في 2013 على أساس أنه في 2014 غا يكون الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وغا يكون نظام أساسي تنزل هذي السنة وغا يبدأوا هذي الساعة الدرجة الجديدة وغا يبدأوا يوظفوا بالعاشر وغا تكون درجة جديدة إلى آخره لأن هذا اللي بقى انت يجيو تقول لك خارج السلام راه الاتفاق ديال 26 أبريل الاتفاق ديال 26 أبريل 2011 راهما قالش لكم خارج السلام لأنه لم يكنش حاجة اسمها خارج السلام في النظام الأساسي ديال الوظيفة ديال وزارة التربية الوطنية من 2003 من 2003 الآن ما بقىش حاجة اسمها السلاليم قلت الدرجة الممتزة والدرجة الاستثنائية الدرجات الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة إلى آخره إذن ما تطالبوش بموسى بش حاجة ما كينش عنده في القانون في النظام الأساسي دياله أما بشجو تشبتو بخارج السلام ديال التانوي فما عندكم تعالقه به هذا كمكتسب بقاق في النظام الأساسي الجديد لأن شروط توظيف آنذاك قبل من 2003 كانت تختلف من من الابتداء الإعدادي للتانوي وما تخلطوش العرارة لماذا بدأ إصلاح بدأوا تفكروا في الإصلاح ديال الوظيفة والتخلي على الوظيفة ومام طوام باراليل ولا بدأوا دخلوا صناديق التقاعد في مكاتب ديرسات باش بدأوا تهم يصلحوا فيهم لأن التخلي على الوظيفة العمومية مرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد مادام أنك تخلي على الوظيفة العمومية خصك تصلح أنظمة التقاعد لأنها ستأثر فيها سلما أي تأثر ما غير يبقوش توظيفه إذن ما غير يبقوش يعني يعني الاشتراكات بزيار أي ولي واحد ديفيسي واحد لأجف إذن أوتوماتيكمو من تنضيرو تخلي من تن تخلى على الوظيفة العمومية تتضرر تتضرر صناديق التقاعد فيجب إصلاح صناديق التقاعد حتى صناديق التقاعد ركا أنت قد تبدته من 2014 غير ما كان حكومة جرأت باش 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 تنزل هذك الإصلاح المقيس حتى جاء هذك اللي عارفين سبيرة والدار كبيرة ديال ديال بن كيران هو ينزلو في 2017 إذن هذك شي اللي كنت نقول لكم كنت نقول لكم هذ أطر الأكاديميات اللي تبدو تقول لهم التوظيف في الوظيفة العمومية إلى أخيره إلى أخيره وكنت نقول لكم هذي رأ ورقة انتخابية تستعمل الأحزاب والنقابات لأغراض انتخابية رأى ما كينشي وظيفة عمومية نهائيا لأنه كين الإصلاح وحتى التوصيات ديال اللجنة المكلفة اللي كانت مكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية رأى 2018 تقريبا رأى خرجت توصيات ديالها وبدا تجريبة ديال تعاقد ديال تعاقد عفوا في في الوظيفة في وزارة تربية الوطنية باش تعمم على جميع القطاعات الأخرى أن مدام بدأوا الإصلاح المقياسي رمام مرم غاد يرجعوا تاني الوظيفة العمومية ركشتوهم بدأوا ترسموا إمتى رسموا التعاقد والتخلي على الوظيفة العمومية في 2016 2016 خداوا القرار في إصلاح أنظمة التقاعد مباشرة 2017 تفعل إذن ما عم مرم تحلم بأنهم بقين غاد يرجعوا ويدلوا لك توظيف داخل الوظيفة العمومية إذن هل شي اللي يجي الآن هذ النظام الأساسي يعني الخاص بأطر الأكاديميات ونسخ 12 نظام أساسي ديال الأكاديميات وتوحيده في نظام أساسي موحد هذكر خاص بأطر الأكاديميات نظام خاص وتوظيف جهوي كما قال قرآن استراتيجي الراري شأت فيه وليس هناك توظيف تابع للإدارة ديالوزار التربية الوطنية بل هناك هناك توظيف تابع للأكاديمية كمؤسسة عمومية وكين هناك فنكير الفرق وانتو متى تشوفوا الآن هم داخلين في الإصلاح الثاني ديال أنظمة التقعود دي تحمل إصلاحات أصعب من الإصلاح البنكيراني هذا ديال خنوشي كتار من ديال بنكيران إذا انتهينا من هذه النقطة إذا الآن جيين بغين يطيحوا بن موسى في أحد المستنقاع ديال فقدان الطيقة وغادي يدخلوه في الصعيد وفي الاحتجاجات اللي هو بعيد على كل بعد في غينة عنها كما تنقول لأن رصد جوج المليار وبمرصوم وفلوسهم مشات اللي كانت في القانون المالي ديال 2022 نحولوها ما عطفين زادوا بيها رغمها ما عندن لش الحق أنها كانت مرصودة للطرقيات ديال برسم سنة 2020 بين قوسين حين بعض إخوان تنسوروني الامتحان ديال الكفاءة المهانية برسم 2020 سواء الكفاءة المهانية سواء الترقية بالاختيار ديال 2020 الرتاب التعويضات أي حاجة برسم السنة ديال 2020 يعني من فاتح يناير ديال 2020 حتى الـ 31 ديسامبر 2020 هذو كلهم رمعنيين خاصهم يتخلصوا يتخلصوا كاملة إذا انت واحد محرك ساكين رغم أن ترصد في القانون المالي الآن ترصد جوش المليار كين الآن في الخازينة على بن موسى يعني يفا بلكلمة ديال وهذي الفلوس ماشي من حقه باش يوقفها ولا باش يساوم بها وخاص جميع المنتظرين للمستحقات ديال الترقيات المجمدة في 2020 خاص تخلص هذي الشهر ما يزيد شعليها شنهار آخر شهر خاص يتخلصوا وإلا فأي ردة فعل ديال هذي الأساتذ المنتظرين فهم لا يتحملون أي مسؤولية عن الهضر ديال الزمن المدرسي ديال التلميذ فهم بغين يتخلو بن موسى في أحد الدوامة في أحد المسائل هو في غين عنها مدام الفلوس كان ترصد ديال الترقيات متمشيش لشبلاس أخرى خاص الناس يتخلصو خلال هذي الشهر إذا تعينا من المشكلة إذا نتوقف عند هذي القدر الفيديو طوال إذا نغار باش ديرو باش نرأكدو مدام تخلاوا على الوظيفة العمومية كان لابد دخل يكون إصلاح أنظمة التقاعد ومدام غاديين في النسخة التانية ديال إصلاح أنظمة التقاعد إذا ما عمتكم تحلموا بالتوظيف في الوظيفة العمومية إذن قرار استراتيجي ألون طير بيعوكم العجل بيعوكم العجل إذن الآن جميع يجبوا أجراء الاتفاق 18 يناير والفئات الجد متضررة وعلى رأسهم ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 12 قعد 2003 2004 2005 هم الأوائل لأنهم كانوا مرقين وكانوا ضحايا للقوطة فقط هذور كل ما تتسال التنمي زدهم سنوات اعتبارية وجنب دهم القوطة ودوز دهم بدون حصيص نحن مستوفين لثلاثة سنين فلوس سرقون لنا الاعتمادات المالية في 2003 ودازل 2011 2003 الآن هم اللي الآن ديرين بهم بسمارجها دي الخارج السلم كونوا تحشموا شوية الفئات اللي معمر ستافلت لهم من سنوات اعتبارية ولا من الإعفاء من الحصيص ولا من المادة 12 هم الأوائل والطرقية لنا لا للهررافة شوفكم في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر